أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 21 طائرة عسكرية صينية حول جزيرة تايوان منذ صباح اليوم وذلك قبل شهر من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينك تي وقالت الوزارة في بيان أن 17 طائرة من أصل 21 عبارة الخط الأوسط لمضيق تايوان وهو تلسيم غير رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به بكين